الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي قاعدة فوردهود العسكري التي تعتبر أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في العالم يضوق ناقوص الخطر بعدما أقدم جنديون أمريكي على قتل ثلاثة عسكريين في تيكساس قبل أن ينتحر بسلاحها الرئيس الأمريكي باراكوباما عبر عن حزنه عقب وقوع الحادثة في هذه القاعدة التي سبق وكانت مصرحا لحادثة مماثلة في العام 2009 ذهب ضحيتها 13 شخصا أي إطاق لنار يعتبر أمرا مقلقا من الواضح أن هذا يعيد فتح آلام ما حدث في فوردهود قبل خمس سنوات لن نعرف حتى الآن ما الذي حدث هذه الليلة ولكن من الواضح أن الشعور بالأمان تمكته مرة أخرى ونحن في طريقنا لمعرفة ما حدث بالضبط الجندي استهدف منطقتين مختلفتين الأولى مخصصة للواء طبيين والثانية لكتبة نقل ما أدى كذلك إلى إصابة 16 شخصا جميعهم من العسكريين الجندي الذي عمل في فوردهود منذ شباط فبراير المنصرم سبق وعمل في العراق لمدة أربعة أشهر في العام 2011 وهو يعاني مشكلة نفسية وكان يخضع للعلاج